بسم الله الرحمن الرحيم في الدولات انا ممكن تروح تعمل الانترفيو بالخمسة ساعات في احد الشركات وتجاوب عليها كويس الاسئلة كلها تيكنيكل فمونتز بيقول لك طب بروح قبل اتشار فانتا بتوقع تروح اتشار يقول لك عايز توبك كام فتقول له خمسة مليون فيقول لك ماشي ما فيش مشكلة لا بتروح بتلايه بيديك اسئلة بتحس انها بسيطة وهبلة وراجل ده بيتكلم في ايه او يديك ورا ويقول لك حلها تحس انه بمتدلل الحضارة فانت بتتكلم بحسنية فتلاقي نفسك ما تقبلش في الشركة لان هي اسئلة بيبقى مقصود بها ايه حاجة معينة انت مش تعود عليها او ما تعرفش تجاوب عليها ازاي فتلاقي نفسك وقت فانحاول ان شاء الله كل مرة اخذ سؤال بسيط كده ونفهم ايه المقصود منه في سؤال مثلا يمكن يقول لك ايه عيوبك يعني انا عايز تتكلم عن عيوبك فاغلب الناس او العادي بيرد السنة طيب زاد عن اللزوم اصلا ما ببزعالش حد هدفينة او او استردتك بحاول تهرب او ان انت باش واقعي قليليني نتكلم مثلا الصح ان انت اولا ممكن تشوف عيوب مالاش علاقة بالشركة او ممكن تقول انت رايح حاجة رياضية فما يفعش تقول له انا لا هادش عرعب رياضة ممكن تقول له انت رايح تشتغل في حاجة الكمبيوتر فتقول له الخطي في الكتاب اليدوي بش حلو انا على نفسي لم اعرف اطبخ فبتجاوب إجابة ما تتعرشش مع الوظيفة يعني هو ما يفش منك بسبب او يقول ان ده ما يفعش للوظيفة دي بسبب انه ما عرفش حاجة دي يعني ما يفعش واحد يراحش شغال محاسب وانه ما عرفش شغل معه اطرحه تمام لانه هو حتى لو شغالها كمبيوتر لازم يبقى عارف الحسابات بحيث لو حاجة غلط او حاجة بسيطة يقدر يعملها على طول او ممكن تقعد تقول عن شوية عيوب كانت فيك وانت صلحتها يعني انا شخصيا كنت من نوع اللي بتنرفز جدا بس الحمد لله اثناء الدراسة عدت ادرس الموضوع مع نفسي وبدأت الحمد لله ما بتنرفزي يعني بصعوبة لما حد نرفزني تمام او ان انت تتكلم عن عيب وتخليه ميزة تمام او انت بشغال بتصلحها او انا انا حسنا ان انا عندي مشكلة في كذا وبصلاح عن طريق كذا 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 وشوش الناس ضعيفة بس انا اللي اتحلل كده ان انا كل ما اشوف حد لازم اول ما تسلم عليه اا اعضوا قل اسمه يعني اول ما يقول لي انا اسمي احمد اهلا ازاك بشوانس احمد ولما امشي يقول له مع سلامة بشوانس احمد فالاسم بدأ يتحفز بذلك احل المشكلة ديت تمام اا اا من دينة الحالات اتانية برضو لو اكتشف فيك عيب يعني هو بتكلم معك يقول لك بس انا احس ان انت بش كويس في الانجليزي او ان انت بش طالك في الكلام او ان انت رجل خجول و ساعدت يقول لك بعض العيوب عساسي يربيكك أو كده طب الحل انت حقيه لو هي حقيه اعترف بيها اه انا فعلا يعني سعيد ان انت اخذت بالك من النوطة ديات انا فعلا ما اعترف بكده وبحاول حلها عن طريق كذا 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 و ان شاء الله تختفي قريب ممكن تقول له مثلا لو هي انت شايف انها مش موجودة اقول له والله ده يعني رأيه احترم بس انا شايف ان انا انا مثلا لا الانجليزة عند كويس و انا دخلت الطيفل و عملت كذا كذا و ان شاء الله حاول اقوى نفسي في اكتر و كذا دي بعض الحاجات اهم حاجة ان انت ما تجدبش نهائي ما تخليش في اي كتب خالص لان الكتب كذا كذا يتقفش ولا بشكله وحش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته